أزمات متتالية تشهدها مناطق سيطرة النظام جديدها طال قطاع الأدوية بعد أن شهد نقصا حادا في الأدوية وإغلاق بعض الصيدليات مع توقف معظم المستودعات والمعامل عن توريد الدواء في خطوة كانت على ما يبدو تمهيدية لرفع الأسعار من قبل النظام كما حصل في الفترات السابقة وبالفعل وزارة الصحة التابعة للنظام أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية شملت ألاف الأصناف بنسبة وصل بعضها إلى 80% مبررة ذلك بارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار مقابل ذلك تحدث رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان عن توفر 30% من الأدوية المفقودة بشكل مفاجئ في الأسواق وبالتزامن مع رفع سعر الدواء كشف عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية تابعة للنظام عن إغلاق 15 معمل دواء بذريعة إعطاء عطلة سنوية للعمال وكذلك الحال بالنسبة للمستودعات التي توقفت بحجة الجرد في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المعامل أغلقت أبوابها بسبب الضغوطات من قبل أجهزة النظام الأمنية وفي ظل أزمة الدواء التي تشهدها مناطق النظام مع ترد الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر بات الكثير من الأهالي يلجأون إلى الصيدليات لتشخيص حالاتهم المرضية تفادياً لمراجعة الطبيب الذي تجاوزت أجور معاينته حاجز العشرين ألف ليرة وما بين نقص الأدوية ورفع أسعارها بين الحين والآخر واستغلال حاجة المرضى للدواء يبقى المواطن الحلق الأضعف في مناطق يسيطر عليها نظام لا يملك من الحلول سوى رفع الأسعار وزيادة معاناة من تبقى من السوريين اشتركوا في القناة